أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يخاطب هذا العاصي يقول بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي لأن التقوى هي الرصيد الحقيقي للمرأة إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقايا أن تتقي وقد وصف أبو هريرة رضي الله عنه ذلك لمحدثه عندما سأله عن التقوى قال أما مشيت في أرض فيها شوك قال أجل قال ماذا كنت تفعل قال كنت أجنب الشوك لأمشي قال هذه هي التقوى تقوى أن تتقي محارم الله لأن لكل ملك حما لكل ملك دايرة بيحميها نهاردة بعد ما العالم الإسلامي تفتت إلى دويلات وكانتونات والكلام ده كل دولة لا حدود لو افترضنا أن فيه دولة عايزة تاخد جزء من الدولة الأخرى تقوم بينهما حروب ومطاحنات حتى لو تفانوا جميعا يقول لك سيادة الدولة أي اعتداء اسمه اعتداء على سيادة الدولة مش لازم يكون الاعتداء من الأرض لا لو طيارة حربية طيارة غير داخلت أجواء الدولة الأخرى بدون ما تستأذن أو تاخد ترخيص أو تاخد إذن أو الكلام ده ده يعتبر خرق للأجواء حتى المياه الإقليمية اسمها المياه الإقليمية خلاص ما عروف بقى أن كل دولة حدودها في المياه قد كده إذا أنت دخلت على طول يبقى خلاص دخلت الحما الدولة التانية يبقى خلاص أنت بتعرض نفسك للعقوبة فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان اللي هو أوله الحلال وبين والحرام بين في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك حما ألا إن حما الله محارمه إبقى هنا قف لا يحل لك أن تتخطى إذا خطيت إبقى دخلت في حما الملك دخلت في حما الملك إذن بتعتدي على سيادة المنطقة دي إبقى ما بقي إلا العقوبة وإياك إذا تخطت قدماك هذا الحما أن تغتر بعدم التعجيل بالعقوبة هنا في الدنيا والكلام ده أول ما يخطي على طول ممكن يلاقي الصواريخ ويلاقي الطيارات ويلاقي القنابل ويلاقي كل حاجة فورا لا إن الله عز وجل لا يعجل كعجلة أحدكم يمهل العبد إذا رجع وتاب تاب عليه وإذلك رحمته تبارك وتعالى كانت مئة جزء مئة جزء كما قال بعض العلماء إن الله عز وجل لم يستوفي غضبه في الدنيا لأنه لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب إنما يتم غضبه يوم القيامة فإذا تم غضبه فرقت الرسل وخافت على أنفسها والحديث الشفاعة الطويل الذي تعلمونه إن شاء الله عز وجل لما يصيب العباد كرب شديد يذهبون إلى الرسل ألا ترون ما نحن فيه اذهبوا إلى آدم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوع نفسي نفسي إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام حتى يصل الشوط في النهاية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كل نبي يقول إن الله غاضبني اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط ما غضبه قبل ذلك قط أي لم يستوفي غضبه كما قلت لو استوفى غضبه ما قبل توبة تائب لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه كتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب غضبي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فيوعى باء أو أنت بتخطي تغتر بأن ما فيش عقوبة عاجلة لا إن الله يمهل ولا يهمل ممكن تغل في المخالفة تحب ترجع ما تعرفش خلاص يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما الذي يحييهم إطاعة الأوامر الكف عن النواهي دهو هذا هو الذي يحييهم واعلموا أي إذا تخطيتم الحدود ولم تستفيدوا بما أنزلت على رسولي من الأوامر ومن النواهي اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذا أوغل في المخالفة يجي توب لا يتاب عليه ليه؟ حال الله عز وجل فرق الله عز وجل بينه وبين قلبه ما ليش قلب مهما كلمته سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين خلاص وده الكلام كإنك لو نطق الجماد لنطق هذا الرجل أو هذا المستمع لا يستفيد مطلقا إذا أمر الله عز وجل أن يستجيب المرء لله وللرسول ثم هدده إن هو أوغل في المخالفة أن يفرق بينه وبين قلبه يريد أن يتوب فلا يتاب عليه لأن العبد لا يتوب إلا إذا فتح الله له باب توه كما قال الله عز وجل في حق الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إذا لم يتوب عليهم لا يسددون لتوبة وكما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله إن لم يصبرك ربك تبارك وتعالى ويربط على قلبك فإنك لا تستطيع أن تصبر فله الحمد في الأولى والآخرة وفي البدء والختام فإذا لما الرسول عز وجل يقول إن لكل ملك حمى إذا لازم تخلي بالك ولا تغترك ما قلت بأن الله عز وجل حليم لكن العبد إذا دخل في المخالفة ثم رجع مرة أخرى وتاب توبة نصوحة يتوب الله عز وجل عليه إذا التقوى أن تتجنب حمى الملك تخلش فيه أبدا وحمى الملك محمي بأشياء كثيرة برضو في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة الصراط سوران آدي الطريق المستقيم هو وآدي السوران آدي السور الأولاني وآدي السور الثاني سوران فيهما فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى أول الطريق على أول الصراط داع يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا ومن فوق الصراط داع يدعو إذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له الداعي الذي فوق الصراط إياك أن تفتحه فإنك إن فتحته ولجته أدي المثل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربه لنا ثم فسره عليه الصلاة والسلام قال أما الصراط ده ده فهو الإسلام وأما السوراني فحدود الله وأما الأبواب فمحارم الله وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فهو كتاب الله وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم اللي النفس اللوامة اللي جوه لي يبا إذن أنا أرجع للحديث الأبواب المفتحة دي محارم الله والعبد ماشي على الصراط الباب مفتوحه ممكن لو الباب مفتوح حد يقولي أنا والله ما خدتش بالي ودخلت كده ومعرفش القصة دي اتشد على الباب ستارة الرسول عليه الصلاة قال له على الأبواب ستور مرخاة لما يكون على الباب المفتوح ستارة أنا هعد من غير ما شد الستارة على جنب طبعا هشدها إذن أنا لما شدتها عارف كويس جدا أن الستارة على الباب وعارف كويس جدا أن أنا فتحت الستارة عشان أدخل من الباب يبقى من دخل من الباب يعلم أنه حرام يعلم أنه حرام هذا الرجل إذا شد الستارة متعمد سواء متعمد بقى جحودا استحلالا متبع لهواه المهم أنه عد طبعا حكم كل واحد مختلف لكنه في الآخر دخل حمى الملك ألا وإن حمى الله محارمه فهو ابن الجوزي رحمة الله عليه يخاطبه يقول بالله عليك يا من رفعت بالتقوى تقوى الله واجتناب محارمه لا تبع العزة الذي أحرزته بذل المعاصي لأن أصحاب المعاصي على وشهم غبرة تلاقي وشه مطفي وتلاقي مكروه لوحده كده برغم أنه معناتش حاكي لكن تلاقي قلبك كده يرفضه بخلاف أهل التقوى تلاقي محبوب وإن ما تكلمش وإن لم يسدي لك جميلا بل بالعكس أنت ممكن ساعدت ميل عليه وتقول له أي خدمة مش عايزني أعمل لك حاجة أنا والله بيحبك في الله مثلا برغم أنه لا يربطه رابط المعاصية ذل ذل في الدنيا وذل في الآخرة إنك من تدخل النار فقد أخزيته هو ده الخزي في الدنيا فيه هناك خزي عاجل الخزي العاجل ده إنجفال قلوب الخلق عنه برغم أنه معناتش حاجة لدرجة أنه ممكن يتجنن يعني يقول طب أنا عايز أفهم ليه أنا أحسنت إلى هذا وعضي إيدي أحسنت إلى هذا وعضي إيدي برضو أحسنت إلى هذا وعضي إيدي أنا عايز أفهم ليه طبعا دي علامة استفهام تملأ الأفق ولكن لا جواب ليه لأنه ليس من أهل اليقظ عطر الكلام قولوا سنسل الله سبحانه وتعالى أسألوا أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عطر الكلام اشتركوا في القناة